موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا تقريبا اول مرة اضع ميكب على وشي من ساعة ما عملت البيلينج فكنت اتدخلة بقوة كده حسيت انا عايز اعمل حاجات دراماتيك فزي ما انترافين اللوك النهاردة معتمد على توسيع العين وفي نفس الوقت اللي بيميز اللوك دوت ان انا مستخدمة فيه حاجات او منتجات حنينة زي ما بيقولوا حنينة على اليد حبيت اقول من خلال الفيديو ده ان انتي مش لازم تشتري حاجات واو حاجات غالية عشان تعملي لوك دراماتيك او لوك جامد لا انت ممكن توظفي الحاجات اللي عندك انك تطلعي بيها لوك حلو اهم حاجة تعملي تريكات صح تعملي يعني تستخدمي الحاجات تستخدمتها الصح مش اكتر من كده في الله بينا نبتدي اللوك وما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب وتابعوني على الانستجرام وفيه حاجة صغيرة عايز اقولها انا في نهاية اللوك هتلاقوني ان انا كنت حطة قلم بيلمع جوه العين في اول العين وجوه العين بس بس بعد ما خلصت اللوك حسيت ان انا عايزة قوي اكتر فعملت حاجة ما عملتهاش وحبيت اقولها لكم في اول الفيديو ان انا جبت فرشة ايلينر دي بتاعتها التكنيك صغيرة وجبت الهايلايتر بتاع ايفون الليكويد اللي هو دوت وخدت منه وحطيت في اول العين وسحبت اخر العين لبرا كده تمام كده دي حاجة حبيت اقولها في اول الفيديو عشان مش هتلاقوها في اكل الفيديو عشان تطلع لي الاضاءة الجمدة دي لانها اقوى من القلم اللي انا حطيته اللي هتوفر في الفيديو كفاية غريبة ويالله بينا نبتدي على طول اول حاجة يا بنات هنبتدي بالكريم بتاع ناترودينا هيدرو بوست بحبه جدا قبل الميكوب هعمله على وشي كله بعد كده هستخدم الفاونديشن بتاع ويتن وايلد درجتي في جولدن بيج اه طبعا انتوا عارفين انا محب شرحته اللي ما تفرقش على الريفيو بتاع الفاونديشن دوت اه هسيبلكو لينك رفيو بتاحت كان لسه كنت لسه عاملت تقريبا هيبقى الفيديو اللي قبل ده يعني وزعت الاول طبقة واحدة بعد كده لقيت التغطية خفيفة رحت مزودة طبقة تانية ووزعتها بالكابوكي براش لقيت لقى محتاجة ان انا امشي عليها بالبيتي بلندر بعدين طبعا كان لازم اثبته استخدمت اللوست باودر بتاعت ام ان اللي هي الصفرة عشان اثبته استخدمت كمية حلوة يعني من الباودر لانه هو ستيكي قوي على البشرة بعدين استخدمت الهيلسي ميكس كونسيلر لان انا مجيتش بالباودر ناحية العين خالص لانها هوزعتها تحت العين بس وبعد كده هعمل اضاءة بالباودر اللي هي ديت اللي هي بتاعت ريميل لندن ريميل لندن ديت اللي هي الشفافة هسبت وفي نفس الوقت هعمل تنوير بيها حتى هعمل تنوير بيها في الدقن كمان وبعدين هعمل حواكبي ببلت الصغيرة بتاعت ام ان شي التالاتة باخد اغمق لون دلوقتي عشان مش مجقرة حواكبي بعمل بي حواكبي كلها ادوبك بس باملق الفراغات بمشت بس الشعر الحاجب انتوا عافين بحب الحواكبي الطبيعية وبعدين بالمسكرة الشفافة بتاعتي اللي بحبها جدا 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 بتاعت ايفون ترو كالر اسمها تريند كالر بين حاكي ده مهم يعني مشط بيها شعر الحاجب بعدين خد الجامبو برونزر درجة ميديم من ايفون تحفة هذا البرونزر تحفة 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 كمان برا رائع بصراحة اوها بحبه قوي برضو اه وبعدين خدت البالت اه دي من ام ان الشير بتاعها دي يعني وخدت منها الدرجة دي وبتقيت احط وبردو البالت دي انا بحبها جدا جدا اصلا بحب كل البلاشر بتاع ام ان بس البالت دي رائعة افضل حط 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 حتى ارنبت الانف مش هسيبها حطيت كمان بص في ارنبت الانف بحب جدا البالت دي بصراحة وبعدين خدت الكنسيلر بتاع اسنس كوموفلاج الدرجة دي زيرو اثنين هحطها كبيز للشادو وهسبتها برضو بنفس البودر بتاع تريميل اه وبعدين هيخد بالت الاي شادو ديت اسمها مودر نماط من بيوتي تريد البالت دي على فكرة مش غالية اه سعرها متوسط حلوة يعني كان بمتين او بمتين وخمسين جنيه اه خدت منها اللون اللي بيتي ان بيتي ده بفرشة فلافي وبتديت اوزعه اه زي ما شوفين بدخل عند العين وهخرج لاخر العين فوق كسرة العين فوق الكسرة رايح جاي وبعدين خدت لون البنية المتوسط دوت بفرشة اصغر وبتديت امشي بنفس الطريقة رايح جاي بس حتة اقل اللي هي كسرة العين بقى نفسها عايزين نحول العين ديت ليه العين ديت زي ما انتو شايفين فهناخد بقى البالت الجميلة بتاعت ميت سينيما اللي متفرجش على الريفيو بتاع البالت دي هسيب لكو ريفيو بقى ميت سينيما تحت في صندوق الوسط فرجوا عليه هياخد اللون النبيتي للشمر دوت شايفين البيجمنت جميلة جميلة وهبتدي احطه على جفن العين من اول الجفن لحد التلت الاخير يعني هسيب طرف العين بس والله يحطى الاضاءة ظلمة البيجمنت بتاعها هياخد اللون البني الغامق دوت بنفس بقى الفرشة انا مش هستخدم فرشة تقريبا هم الفرشتين دول بس وهبتدي اركز اللون البني الغامق ده في طرف العين وهبتدي اوزعه بشكل حرف الفي بس في للجنب فاهمين حرف الفي فوق وتحت ولبرة وبعدين هرجع من بالد ميت سينيما هياخد اللون النحيسي ولون الدهب اللي جنبه هدمجهم كده بصبايا مع بعض وهاخدهم الاتنين شمر طبعا وهبتدي احطه وسط اللون البني واللون النبيتي عساس ان هم يعني دون تدريجة في الالوان كده تمام وبعدين هرجع اه بعد انا حطيت هنا المسكرة وحطيت قلم ايلاينر كمان اللي هو بتاع ايم ان دايناميك على فكرة مشيت بس فوق الرموش هياخد اللون البلاك ده مع اللون البني بنفس الفرشة وهدمجه بس في اخر العين ان انا قدي بس عمق ودراماتيك اكتر للعين تمام هياخد بفرشة فلافي مبططة بقى يعني توزيع مبططة هياخد اللون البني المتوسط وهامسي بيه في الجفن المتوسط مش هحط اي لون تاني وهوصل الاي شادو رايح جاي هوصله بالاي شادو اللي فوق تمام اه في خطوة هنا ما تصورتش وانا انا حطيت مسكرة في او انا هحط مسكرة في الرموش السفلية وهتقل المسكرة في اخر العين خدت الالم ده من اسنس انه هو اي شادو اند ايلينر اه وهحطه جوه جفن العين وهشد الالم لبرا زي ما انتم شايفين وهحطه في اول العين بس طبعا هرجع بعد كده في اخر اللوك هتقل عليه بالهاي لاتر بتاع اي بون زي ما قلتلكم في اول الفيديو خدت الهاي لاتر بتاع كاترس درجة عشرة وحطيته بسبوعي كده فوق عظمة الخد ووصلته لتحت العين كأنه هو اللي بيحدد رسمة العين بصراحة اده لك جميل قوي الحركة دي وهحطه كمان على الدقن والانف طبعا حطيت قلم روج من اماندا درجة 0.3 وحطيت فوقيه اللي هو روج بتاع ايم اين المات برضو درجة 0.2 وبعدين يبنيت حبيت ان انا اوريكم اللوك كامل في الشمس في اضاءة النور الطبيعية بتاعت ربنا عشان تشوفوا اللوك بجد اضاءة التصوير حاسيت ان اقدرت التصوير ظلمه جدا فحبيت اوريه لكم على الطبيع عشان شوفوا قوة الالوان شوفوا بالت ميت سينما قد ايه البجمنت بتاعها جميل بجد اللوك المظلوم في اضاءة التصوير يعني بس لو عجبكم اللوك طبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة وتابعوني على الانستجرام واشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد اللايك يا بنات بيدعمني جدا